البوابة رقم عشر بمركب محمد الخامس استوت بالأرض بعد مخلفات الشغب الذي اندلع يوم السبت الماضي خلال لقاء الوداد والجيش الملكي مختلف تجهيزات الملعب تضررت حيث اقتلعت الكراسي من أمكينتها وضمرت السياجات الحديدية والمرافق الصحية نتيجة تصرفات لا تمت للروح الرياضية بصلة تكسير الكراسي للمقاعد التي تقريبا تقريبا تكترى من 300 كان ذلك العازي الحديدي اللي كيكون ما بين الجماهير توا واحد هرسوه اللي لحوه تقريبا على السيارات ديال اسعاف على هذا كان كذلك الصنابير ديال الماء أو كل ما كيتعلق بمرافق الصحية كلها قلعوها يعني هرسوهم الشغب كان يعني بطريقة من الضماء كان عندهم أهداف كي حاولوا يستغلوا الموفمون دفول يعني الحركة ديال الجماعية ملعب محمد الخامس الذي يعد معلمة رياضية على الصعيد العربي والإفريقي تحول عشية يوم السبت إلى ساحة حرب حقيقية تغلب فيها منطق الشغب وانتقلت الأضرار من داخل الملعب إلى العمارات المجاورة السبت دره دره وشي حاجة ما أي حاجة أنت تشوف العمارة كام هرسين العمارة تهم وكاملين كام هرسين سكور كلهم تعاني ودلد الحي كامل حي كامل تعاني وسكون الرياضة فيها الخسرة وفيها الربح وهذا هو الريح الرياضة هي هذه إنسان يقدر يخسر اليوم يقدر يربح كذلك وهذا هي المنافسة الشريفة والحرة وكل خصوص تقبلها رغم المجهودات المبدولة للحفاظ على جمالية ورونق هذه المعلمة فإن هذه الأحداث اللارياضية تنسف هذه المجهودات وتصيء إلى تاريخ كرة القدم الوطنية وسمعة الأندية البيضاوية اشتركوا في القناة